يعد بعض أهل العلم الدلك من فرائض الوضوء وبعضهم يعده من سننه والحقيقة أنه من تمام الغسل للعضو فلا يستقل باسم أو حكم خاص سننه هي التسمية بأن يقول عند الشروع باسم الله لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه غسل الكفين ثلاث قبل إدخالهما في الإناء إذا استيقض من نوم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين باتت يده وإن لم يكن قد استيقض من نوم فلا مانع من أن يدخل يده في الإناء ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثا سنة الوضوء السواك لقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء المضمضة وهي تحريك الماء في الفم من شطق إلى شطق ثم طرحه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض الاستنشاق والاستنثار والاستنشاق جذب الماء بالأنف والاستنثار طرحه بنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما تخليل اللحية لقول عمار بن ياسر وقد استغرب منه تخليل اللحية وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته الغسل ثلاثا ثلاث إذ الفرض مرة واحدة والتثليث سنة مسح الأدنين ظاهرا وباطنا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخل الأصابع يديك ورجليك التيامن وهو البداية باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بميمانكم وقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله إطالة الغرة والتحجيد وذلك بأن يصل في غسل الوجه إلى صفحة العنق وفي اليدين أن يغسل شيئا من العضين وفي العجلين أن يغسل شيئا من الساقين لقوله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أن يبدأ في مسح الرأس بمقدمة لحديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدمة رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما أن يقول بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها يشاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا